السلام عليكم على أشتراك المرسلين اليوم نكمل شابتر 2 نشوف اللي واخر لكتشر نشوفيه هو The Arithmetic Operation on Arrays عمليات الحسابية لكن على Arrays Arithmetic Operator That Operate Element by Element ايش هذي ايش معناها هذي ايش هذي العمليات اللي عندي هنا لاحظوا The dots الموجودة في كل العملية نفس العمليات لكن معها هنا هذا ايش تعني؟ تعني انو ايش نعمل لو مثلا عندي الاي ودي اضربها في بي ودي اطبقها مثلا اي دوت لازم اقولوا اي دوت ما اضربها في بي ليش؟ لاني ودي اياها يعمل كل عنصر مع العنصر المقابل وكل عنصر مع العنصر المقابل هاي ضربها ثلاثة في ثلاثة inhib thought of three to three то seeing the movement is brand size كل عنصر مع العنصر اللي مقابله في المكان اللي معها معنها هل ممكن اضرب الثلاثة هذه في الثلاثة او الواحد في الواحد او الاثنين في الاثنين؟ لا لازم العنصر اللي معه ومقابل له مرات نقل لها Array Operation و مرات نقل لها Elements by Elements Operation لها هذه العمليات الحسابية مثال عندي A تساوية عشرة عشرين ثلاثين B تساوية واحد ثنين ثلاثة يقول لك ايش اعطيني A times B لكن باستخدام ايش Array Multiplication مادام قال لي Array Multiplication اعرف اني لازم احط هنا الدوت و ليش احط الدوت علشان يروح يضرب لي كل عنصر مع العنصر المقابل له معناها العشرة سيضربها في مين؟ سيضربها في واحد العشرين نضربها في كم في اثنين والثلاثين نضربها في كم في ثلاثة والتالي النتجة ستكون عشرة 40 90 نفس الشي A divided by B لكن باستخدام ايش Array Right Division نستخدم بس احط هنا الدوت العشرة تتقسم على الواحد تعطينا عشرة العشرين على الثنين تعطينا العشرة و الثلاثين قشمة الثلاثة تعطينا عشرة سيضربها يلا نفس هذا لكن هنا طلب مننا ايش A قوة A to power 2 A square Second power المرة الماضية قالنا Array Multiplication هنا قالنا element by element لكن ايش الpower كمان نعرف انه لازم نحطها بعنصر فعنصر وبالتالي هنا رحنا ربعنا ال A كلها مية أربعمية تسعمية res scalar to array power for example يعني ممكن نحط عدد ونقول قوة B الثلاثة قوة B معناها ما دامتنا في الدوت معناها الثلاثة هذي حربعها في كل العنصر من عناصرها ثلاثة قوة واحد ثلاثة ثلاثة قوة اثنين تسعة ثلاثة قوة ثلاثة واحد ثمانين هنا عندنا matrix يعني فيها اكثر من الصف اذا قلناها A times B فusing Array Multiplication لاحظ هنا Array Multiplication نقولوا اوكي ايش الشرط فيها الشرط انه لازم يكون عدد العناصر الموجودة في هذه الميتركس هو نفسه عدد العناصر ايش معنى هذا الكلام؟ معنى نفس الصفوف هنا في صفين هذه الميتركس الثنين في كم؟ ثلاثة اعمدة او هذه الميتركس الثنين في ثلاثة اعمدة اذا خلاص ممكن نضربها فكل العناصر سينضرب في العناصر مثلا الخمسة هذه تنضرب في ايش؟ تنضرب في الخمسين المقابلين لها اذا اقوله ان شاء الله بسيطة اقوله A dot مضربة في B لكن هل ممكن نقوله A مضربة في B مباشرة؟ لا ليش؟ هذا error ليش error؟ لان نلاحظ اصلا في ضرب الميتركس لو بدك A مضربة في B لازم يكون عدد الاعمدة الموجود هنا هو نفسه عدد الصفوف الموجودة هنا وانا هنا عندي ثلاثة اعمدة وهنا عندي كم؟ عندي كم؟ صفين بس معناها العشرة هذه المفروض نضربها في الواحد ونجمعها على عشرين من ضربة في اربعة وبعدين الثلاثين هذه ايش العنصر اللي نضربها فيه هنا تحت؟ ما هو موجود اذا هذه error علشان نضرب ميتركس في ميتركس بدون الري مرتبليكيشن لازم يكون عدد الصفوف في الاولى بساوي عدد الاعمدة في الثانية علشان كل واحدة تلقى المقابلة لها علشان تضرب فيها وتنشمع عليها في النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته